من أحد الأندية في الدور المصري مع محمد الشناوي بصراحة كانت بالنسبة لي لقطة غريبة جدا ومش في توقيتها ولا مكانها ولا ظروفها تسمع حتى اللي انت ممكن تتقبل أو تسمع أو ودنك ممكن تقرب من خبر زي ده بس على فكرة الجماهير أصبحت فاهمة وعارفة كويس جدا التفاصيل دي الهدف منها إيه وعايز أفكركم بحاجة إحنا قلناها في حلقة يوم ستة خمسة لإني اتكلمت بشكل واضح وصريح عن علاقة كولر مع أسماء لعيبة محددة كولر لما طلع بعد نهاية دورة أبطال إفريقي أكد نفس الكلام اللي احنا قلناه مصطفى شبير حارس مارمان نادي الأهل لما طلع أكد نفس الكلام اللي احنا قلناه طب تعالوا نسمع ونشوف احنا يوم ستة خمسة عقب الفوز على مازينبي وعقب التأهل للنهاية الإفريقي وقبل مبارتي الترجي التونسي الرسالة اللي وجهها برنامج الترند لجماهير النادي الأهل نسمع ونشوف لين لسه عندي تعليق على هذا الكلام كولر ما عندوش مشكلة مع أي لعب داخل صفوف النادي الأهل لا في مشكلة مع الشناوي لا في مشكلة مع ياسر إبراهيم ولا في أزمة مصطنعة زادت عن الحد مع محمد مجد أفشا الأيام اللي جاية هتثبت لكم كيف يتعامل الجهاز الفني داخل الملعب مع كل هذه المهاترات التي تصدر من خارج الملعب في بعض البرامج وفي بعض القنوات التي تسعى لإحداث الوقيعة داخل النادي الأهلي في ظل اقتراب الأهلي من مباراة تاريخية في نهاية دورة أبطال الأفراق والنهاردة بعد 21 يوم بالزبط الأساني اللي أنا ذكرتها في حلقة يوم 6-5 طلع مرسي الكولر ويتكلم وقال إزاي كان دايما في اجتماعات مع اللعيبة وكل واحد عارف دوره ووقت المشاركة بتبقى إمتى ومبارح مصطفى شبير طلع يتكلم على أن مرسي الكولر قعد مع الشناوي ويتكلم وحدد مطش البلدية مصطفى يلعبه مباراة النهاية إفريقي مصطفى يلعبه والشناوي ما عندهش مشكلة اتأكدتوا دلوقتي أن في البعض من البرامج والصفحات والقنوات اللي بتصدر حاجات عشان تعمل أزمة داخل فريق الكورة أو أزمة بين اللاعبين ومدير الكورة أو أزمة بين المدير الفني ومدير الكورة أو أزمة بين مدير الكورة مع بعض الأفراد داخل قطاع الكورة كان الهدف منها إيه؟ أن يبقى فيه بلبلة قبل مبارتي الترجي الحمد لله مرت المبارتين بسلام فاز الأهلي بدور أبطال إفريقيا والأيام عدت وخلال 21 يوم الناس دلوقتي تأكدت أن كل كلمة قلناها سمعوها وشافوها بالأمر الواقع داخل الملعب أفشى بعد الحلقة دي انضم القيمة الأهلي أفشى بعد الحلقة دي لعب مبارتين مع الأهلي أفشى كان خيار مهم جداً لمرس الكولر في نهاية إفريقيا وكان على أعتاب إحراز هدف ثاني في مرمى الترجي عشان يبقى لاعب أحرز هدفين مهمين في دور أبطال إفريقيا في نهايات في أقل من خمس سنين ماتش في الزمالك وكان دولة العرضة أو القائم كان ممكن يبقى هدف رائع جداً لمحمد مجد أفشى لا في أزمات ولا في مشاكل بس فيه ناس بتصدر مشاكل بأهداف إحنا عارفنا وعايز أفكر جمهور النادي الأهلي الفترة الحالية خدوا بالكو كتير جداً من كدبين الزفة وانت في زفة دلوقتي وانت كسبان واخد بطولة هتلاقي كدبين الزفة كتير ليه؟ اللي كانت بيصدر لك مشاكل دلوقتي فرحان معاك وبتكلم على الإنجاز لكن وقت ما بيكون داخل على مرحلة مهمة لا مش عايز لك فرحة وعايز صدر لك مشاكل كتيرة أعتقد بنسبة ده بالصوت والصورة فاصل ثم نواصل